تواصل البعثة الطبية للحجة للطمئنين على سلامة جميع الحجاج المصريين والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم ومعنا عبر زوم مفد التلفزيون المصري محمد حلمي محمد بعد التحية يعني أصف لنا الوضع الآن مع حجاج المصريين في قضاء يوم التشريق الأول تحياتي لك ميرفد من مشعر ميناء من أحد الطرق المهدية إلى جسر الجمهرات أكد لكن ميرفد قبل الحديث عن مدى التسيرات التي كنتم نتليه ديف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين عن الوضع الصحي للحجاج المصريين بالأمس تم دخول حالتين في مستشفى عرفاط إلى اليوم وحالتهم مستقرة باللسبة لمستشفى ميناء بها أربع مستشفى تم حجز بها أربع حالات منهم حالتين تبع العاملين وحالتين من الحجاج تبع البعثات الرسمية الحالات حالات مستقرة منها حالة بالعناية مركزة اشتباه بقلقة بالمخ وحالة أخرى ارتفاع في ضغط الدم والحالتين الأخرين تعاني من الألام صدرية ولكن وضعها مستقرة وأكد لك أن هناك ثلاث حالات أخرى موجودة في مستشفيات مكة المكرمة هذه الحالات كانت منومة قبل بدء المشاعر ولكن بالتعاون بين السلطات السعودية والبحثة الطبية المصرية تم تصعيد هذه الحالات إلى جبل عرفاط بالأمس لتمكنهم من أداء الفريضة وعودتهم لتنوينهم مرة أخرى بالمستشفيات مكة المكرمة هناك خمس حالات للغسيل القلوي تم عمل غسيل القلوي لحالتين بالأمس واليوم سوف يتم عمل حالتين في تمام الساعة الثانية عشر لتوقيت السعودية ويبقى حالة واحدة سوف يتم عمل الغسيل القلوي غداً والتالي يتم عمل غسيل القلوي للخمس حالات بشكل ملتظم غير ذلك الحمد لله حجاج المصر بخير بالأمس كانت تقول بعض الحالات كانت تعاني من ضربات في الشمس ولكن هناك جهزية تامة بمستشفيات المنمكة العربية السعودية للتعامل مع هذه الحالات من خلال المستشفيات المتخصصة هناك أكثر من 241 سريراً تقدم الخدمة العلاجية لضربات الشمس بالإضافة إلى 1500 سرير للعنام المركزة و3000 للحالات الأخرى منها الغسيل القلوي بالنسبة للوضع الحمد لله الوضع لا توجد أي أمراض وباقية بين الحجاج المصريين لم يتم رصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا وأكد لك أن الفرق تابعة للبعثة الطبية المصرية تجوى المستشفيات كل ست ساعات للرصد أي حالة لدخولها المستشفيات لبراطة المشاعر سواء بميناء أو مشعر عرفات أو المزدلفة الحمد لله الوضع الصحي آمن بالنسبة لعملية تفويق البوجاج صباح فجري اليوم من المزدلفة لرمية جمالة العقبة الكبرى بميناء وأكد لك أن كانت هناك تيصيرات دوجستية غير عادية من خلال الانتشار الأمني على كورو طرق المشاعر وبالتالي كان جسر الجمالات هناك انسيابية ومرونة في تأدية ديوفر رحمان ومنهم الحجاج المصريين الجمالات بشكل آمن ومنهم من وصل حتى وصل إلى مكة المكرمة لعمل طوافة الإفادة والرجوع مرة أخرى إلى ميناء لقضاء باقي أيام التشريع بشكرك شكرا جزيلا موفد التلفزيون المصري من الأراضي المقدسة محمد حلمي ربيك اللهم لبيك لبيك لا جنيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك على الموت لا جنيك لك ربيك اللهم لبيك لبيك لا جنيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك على الموت لا جنيك لك ربيك اللهم لبيك لبيك لا جنيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك على الموت لا جنيك لك ربيك الله لبيك لا جنيك لك ربيك إن الحمد والنعمة لدع المرض لا جنيك لك ربيك الله لبيك لا جنيك لك ربيك إن الحمد والنعمة لدع المرض لا جنيك لك ربيك الله لبيك لبيك لا جنيك لك ربيك إن الحمد والنعمة لك على الملوك لا جنيك لك ربيك الله لبيك لا جنيك لك ربيك إن الحمد والنعمة لك على الملوك لا جنيك لك ربيك اللهم لبيك لبيك لا جنيك لك لبيك